وفي شقفة مرة فخمة صاحبة طلنا من نومة وهو ما بدون ننصد جرس البيان ايه يا ابني اقسم بالله مليك حل حد يرن الرن ده كله الساعة ستة الصبح اولا يا سيادهم لما تفتح الباب لحد تكون المعامل احسن من كده وفين سلاموا عليكم البس باع بسرعة عشان المقدم حسين طلبك يقابلك والسيادتك قفل تليفونك قفل عشان عاوز انام لسه رجع من مهمة وما كنتش نايم وهو ما عرفش مين نبر في النومة ادخل يلا يا اخويا لحد ما لبس ما تتأخرش ما سكوا اتهم من هدومه وبص في عيونه بقوة لدرجة ان احمد خاف انت قلت المين بسرعة ما تتأخرش بقولك هلبس واجي ومش عاوز كلام كتير والحد ما لبس عندك المطبخ اعمل لك حاجة شربها ومش عاوز صوت وتاني مرة ما تدينيش اوامر احمد في سره الله يكون فعون هلا هتتجوزه ده نصحب وبترعب منه انت بتقول حاجة لا 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 بفكر بس اشرب ينسون ولا نعنيع ادهم بضحك ينسون ولا نعنيع هو انت عندك مغص ادخل يا ابني عندك نسكفي ولا توقعه وعصير شفت اشرب ايه براحتك دبيت اخوك طبعا دخل ادهم عشان يغير هدومه بس لما طلع اتفاجئ بأحمد اللي قاعد بيتفرج على الكرتون نيف سفهم انت ظابط ازاي مش مصدقك والله انت عارف يا ابني مليش في التلفزيون ولو حبيت اتفرج بشوف كرتون وخلاص ويلا عشان ما نتأخرش نزل ادهم واحمد وكل واحد رقب عربيته ورحل الجهاز اوه في قضة الاجتماعات المقدم حسين بزعي فينه المقدم ادهم والرقب احمد هما مش عارفين ان فيه اجتماع ادهم لسه رجع من مهمة يا حسين وحقه ان يرتاح شوية واحمد لحظاته هيوصل انا ما عرفش انت بتعمل كل دليل لانه شايف نفسه محدش بيقدر يبصلوا ليه هيبة والكل بيعمل له حساب حتى الزباط الجدد كلهم بيتمنوا يكونوا تحت ايديه يدربهم رغم انه لسه 30 سنة وحقه ما كان محدش يقدر يوصل لها حتى اي حد بيسمع اسمه بيترعب منه وتقول لي متضايق ليه والوقت ده دخل احمد وسمع كلام المقدم حسين بس حمد ربنا انه ادهم بيركن العربية وما سمعش الكلام ده لانه عارف ان صاحبه ممكن يطور وعصبياته بتوصل لدرجة فضيحة اسمحلي يا سيادة المقدم ان اقول لحضرتك حاجة وبعتذر عنها ادهم وصل للمركز اللي هو فيه بفضل ربنا اولا ثم بتعب ومجهوده وكلنا عارفين انه راجل مهمات بمستحيلة وكمان شاطر في شغله وامية وعاوز اقول لك حاجة يا سيادة المقدم وما تزعلش مني ارجب اللي ربنا كتب وقسمه ليك هو انت ازاي تكلمني بالطريقة دي يا سيادة الرائد انا ما غلطت شاف اندي انا حبيت بس اوضح لحضرتك نقطة معينة وعاوز اقول لك حاجة كان فيه رجل فقير بيرعى امه وزوجته وزريته وكان بيشتغل خادم عند شخص معين وكان مخلص في عمله وبيعمله على اكمل وجه بس فيه مغاب عن الشغل صاحب العمل قال انا هدي دينار زيادة عشان ما يغبش تاني عن الشغل وفعلا الراجل ده ما غبش والراجل ما سألش صاحب الشغل هو انت زودتني دينار ليه وبعد فترة غاب الراجل ده مرة تانية صاحب الشغل اتعصب وقرر ينقص الدنار ده تاني وفعلا نقصه والراجل ما تكلمش برضو فصاحب الشغل استغرب وسأله قال له زدتك فلم تسأل وانقصتك فلم تتكلم الراجل قال له انا لما غبت اول مرة كان بسبب ربنا رزقني بتفل وافتقر انه بيبارك ليه عشان كده اعطله الدنار ولما غبت تاني مرة كان بسبب انه امه ماتت وقال انه دا كان رزقها وراح معيها وطبعا عارفين انه احمد وصل هنا بفضل الله بسبب جهوده وزكاه مش بواسطة او بحاجة يا فند فما نقدرش كمان نستغنى عنه ولا حضرتك شايف ايه فعلا معاك حق يا احمد وشوية ودخل ادهم وقعد بعيون السقر يتابع المجرع وزهم لايه وفي شقة بسيطة كان عم سعيد قعد على سريره وجنبه بنته شهد الوحيدة شهد يا بنتي هتتأخري على جمعتك يا قلبي شهد جمعت ايه بس وانت تعبن بالشكل ده مفيش اغلى منك عندي والله روّق بس انت بس وانا هم عملك شربة خضار وبعدنا جيلك عم سعيد بحزن نفسي قوي ابن عمك يزمحني ويعرف ان ما ليه الزنب في اللي حصل انا حزين على حلو قوي شهد بقلم فعلا يا بابا بقى صمت وكلمه قليل جدا وكمان بقى جامد قوي وما حدش فرق معه وقلبه بقى حديد روحه بقت ميته حياته كلها بقت باللون اللسو حتى شقته كلها الماضي بيعزف فيها شهد نفسي يحكي لي اللي وصله لكده ما حدش قادر يعرف الأسرار اللي مخبّيها غامض يا بابا اذهم غامض والقرب منه مهلكة اللي حاول يقرب منه هيتأذى عندنا في الكلية لو تظهر اسمه بيترعبوا منه ربنا يهدي لك نفسك يا دهم يا بابا يا رب ويحنل قلبك علي كده نفسي شوف يا بنتي بقى لي خمس سنين نفسي قبله وبيرفض انا عربت انسى شكله يا بابا بسمع عنه بس من مريم اخت احمد صاحب هي اللي حكيت لي حياة تفتكري سبب اللي هو في ايدي يا شاب ممكن حاجة من المضي محدش يعرفها غيره وخصوصا انه متعمي وهروب مراته كان غامض حتى جدي محاولش يحل حاجة وقتا هو بقى كده على طول من ساعتها عنده اكتئه ويقفل على قلبه ونفسه بحديد لكن المتأكدة منه ان البعد على ربنا بيعمل اكتر اكتر من كده يا بابا بس صلاة عم ساعت بحزنة على حلق ابن اخوه وفي نفس الوقت بتأكيد على كلامها وكملت شاهدة كلامها وقالت الالاء هو الاكتئاب وعدم الاستقرار النفسي بسبب البعد عن ربنا الحياة من غير ربنا او برع انصره او ربنا هل وما اصابكم من نصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ومن اعرض عن ذكري فان له فان له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك ادتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اتأصر عم ساعت بكلام ربنا عز وجل وبدأ يبكي وكمل كلامه البنت وقالها بس يا شهد ادهم ما الهاش اللي ياخد بايده وكمان مش رديق الرب مني خالص شاهده بدموع ربنا يهدي يا رب يا هو بعد اذنك اما اروح اعمل لك الاكل اتناهد عم ساعت وهو بيبص عليها وبيقول لنفسه ياه يا بنتي لسه الامل ده في عيونك يا شهد عيونك لسه بتلمع وعاوزة تقول كلام كتير ربنا يسر من اللي جمس نيرجع بقى تاني عند ادهم اللي طلب منه المجير انه يدرب فرق الزباط الجدد اللي كانوا تحت التدريب هوه احمد وعندهم مهمة بعد يوميا وكان احمد بيفكر في خطه عشان يلمش من العلا ده تاني لانه نفسه يرجع ادهم زي زمان وممكن دفء العلا ديت يغيره ويخليه يفتح قلبه من اول وجديد بقول لك يا صاحبي ما تيجي نتغضى برا لا لسه عندي تدريبات وهروح انام روح كل انت ادهم اوها تكون بتصهر بالليل في مكان بص له ادهم بسخرية ورا حيلو اظن دي حاجة ترجعلي مش ترجعلك انت بس ده حروم انا حر لأ مش حر وغمت عينيه لان كان متوقع يضربه بوكس بس فجأه لما سابه وماشى وهو احمد اللي كان قاعد بينفخ من الغيز وبالفعل خلصت ادهم تدريباته وروح على شقة وهو هتعبان جدا ومش قادر يفتح عينيه غير هدومه بالعافية واترامع السرير وراح في النم انتهى بجد يا ابني هتقول لي مكانه وعنوانه بص يا عم سعيد انا ما كنتش راجع اقولك على مكانه من يومها عشان ما خنش ادهم وعشان ما يتضيقش بس ادهم بقت حالته صعبة جدا اتغير خالص وانا حبيت اقولك الكلام ده يمكن تقدر ترجعه زي الاول ادهم اللي كنا نعرفه ماشي يا ابني انا هاخد شهده وروح له وربنا يسر بص يا عم سعيد ادهم ما بقى ازاي ادهم بتاع الزمان انا ما عرفش ردة فعل هتكون ايه لما يشوفكم بس انت راجل عائل وبتحبه وهتقدر تحتويه فارجوك حولي عم سعيد حاضر يا ابني انت بتقول عندكم مهمة هستنى بعديها ان شاء الله لما يرجع وانت تودينا اتفقنا ماشي يا عم سعيد اتفقنا وفي يوم المهمة صح هذا من نومه وغير هدومه بس مرضاش برضو يلبس وقل رصاص وكأنه بيستنى الطلقة اللي اتخلصه من ذكريته وتفكيره عمل قهوة وقعد يدخن بطريقة صعبة وراح ماسك فاصة ويراناها على الارض بعصبية بقرههم بقرههم كلهم بقره اي واحدة ستة شوفها حتى وبقرهك انت يا سعيد بقرهك ولا قدر انتمئ منك هاعمل كده بس ابوية كان بيحبك وقبل ما يموت وصاني عليك بالرغم ان انت خونته وف بيتها عم سعيد اجهزي يا بنتي عشان بالليل احمد هيودينا القده بجدها تروح يا بابا انا خايفة خايفة بسبب اسود قلبه ديت وممكن يطور علينا وانا مقدرش عليه لازم يا بنتي لازم ننهي اللي ما بيننا يا شاهد انا مش عاوز اموت وهو زعلان مني وكمان عاوز اتطمن اني لك حد في الدنيا ديت الله يطول بعمرك يا بابا يا رب وبعدل لي يا ربنا مش انت اللي علمتني كده ومحتكش سند في الدنيا ديت غيره وعمره ادهم هيكون بطريقته ديت سند لي انت نست اخر مرة شفتك العامل ازاي من خمس سنين فاكر يا بابا عملي وقتها سمعك كلام اسي واتهمك في متعمي وقتها من زعلك ابا ياتي تعرفت مش اخد بي ايدو يا بنتي وانتي اتساعدين يا شاهد لا يا بابا ده شاب وما ينفعش اختلط بي ويكون ما بيننا كلام كتير انا وابا اتمنى تتصلحوا وتكونوا كويسين بس مقدرش اقرب زيك اني ماليش الحق انت ناس ان دينا علمنا ده ان ابن عم وابن الخير مش اخواتنا وانهم اجانب عننا برضه وكمال ليهم حدود في التعامل وعدم خضوع بالقول وهزروا ملمزات وطبعا غيره فراع عم سعيد ببنته ورحيل له انا ما قصدتش يا شاهد فهمتيني غلط يا حبيبتي انا اقصد انك شاب وهو شاب وهتفهم دماغه وتقدر تقولي لي هو ممكن يتأثر باي واللي يخلكم تسمعوا الكلام وكده طيب بص بقيا عم سعيد يا رابل يا طيب احنا نشرب كبات شاي وبعدنا اقول لك قلبي سعيد يا شاهد يا روح يا بنتي ربنا يرضى عنك يا راب وارزقك الزوج الصالح شاهدت تنهيده وعيون بتلمع ونزلت من عينها دمع يا رب يا رب يا بابا يا رب بتحبي يا شاهد صح والشهز فر وحمر وبص طلب دهشة وخجل افهم من كده ايه يا بابا ادهم مش شابه ايو انا كنت متعلق بي من صغير لكن حاليا هو مش شابه يا خالص ادهم ماشي في سكة تاني خالص ادهم اصلا زمانه نسك اني موجودة وانا نفسي في حد ياخد بايدي للجنة لكن ادهم بحالته ديت معتقدش انه هيقدر وكمان هيفيد بيعلق قلبي بي وهو بيقرحنا حاول عم سعيد يصدق بنته بس هو عارفها اكتر من نفسه وان قلبها من جوه بيقول عكسي كده خالص ربنا يصدر يا بنتي وبالليل رجع ادهم من المهمة ووصل شاقته وترامع السرير ونم من تعبه وبعد شوية سماء خط على الباب وراح فتح وهو بيزعه منك لله يا حمد انا معرفش نم في بيتي كويس ابدا بسببك كان بيزعه ولسه بيقول عوز هي عم بس فجأة صدمة بانت على وشه وعيونه اللي بقت حمرة تحت ضنها الجحيم وعروق اللي برزت من كتر غضبه اما عم سعيد كان بيوصله بكل حب وراح يله ادهم يا ابن ادهم بسريخ وزعي انت تاني انت جاي ليه جاي ليه وسأل النهار ده بيقول ما هي اول سورة نزلت من الكرآن وهنا تكون انتهت حلقتنا النهار دي احلى اخوات اتمنى تكون عجبتكم ما تنسونش بقى فلايك وتعليق جميل وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم اخواتي واصدقائي الغلية قبل ما نبدأ قصتنا حبيت اذكركم وذكر نفسي اننا في ايام مباركات وهي احب الايام الى الله عز وجل وافضل كمان الايام وممكن يكون سوابها اكبر حتى من سواب ايام رمضان فسيد ابن عباس قال يعني الحسنة فيها بسبع عم الضعف يعني تخيلوا كده صفحة القرآن قرائتها كأنك قرأت سبعمائة صفحة يعني الختمة بسبعمائة ختمة يعني قرأت صفحة واحدة بس من القرآن في زي الحجة ثوابها اعلى من قراءة ختمة من الايام العادية تخيلوا قد ايه وافتكر ان من سيعبد الله عز وجل بسببك في هذه الايام ستاخذ ثوابا مثل ثوابا والرسول علمنا ان ندالي على خيرك فعالي انت تاني مش قلتلك مش عاوز اشوفك ارحمني بقى وابعد عني بص الله عم مساعد بكل حزن وفي نفس الوقت بحناة لان نفس ملامح اخوه في الطول وفي الشارع وفي العيون والعيون الاسية ديت وراها طفل نفس ياخده في حضن ويحتويه اذهم يا ابني اسمعي انا جايلك على بابك هتقفل بابك في وشي يا ابني بص له بكل غضب بس اخد بله من بنته اللي واقفة جميله وهي بصة للارض وما رفعتش عنها نحيته اتفضله انا ما تعودتش طبع نقف البابي في وشي حد حتى لو كان عدوي واجعت عن مساعد الكلمة بس دخله هو البنته ووراهم دخل احمد بصات في كل الشقة ولايتها اسود في اسود لدرجة قلبها وجهها على الاكتئاب اللي وصل ليه اسمعني يا ابني انا حاولت كتير ربنا اللي يعلم الخمس سنين اللي فاته ان اجيلك بس ما كنتش قادر من تعبي وكمان انت كنت بترفض تقابلني ونقلت من مكانك عشان معرفش اوصلك ادهم بزي وجاي دلوقتي ليه ها هترجع اللي راح ولا فكر ان انت هتصعب علي ادهم اللي فات انساها ادهم اللي كان بيحبك ومتعلق بيك مات واللي وقف دلوقتي قدامك ده جاسد بلا روح كل اللي همه يستنى طلقة تيجي في قلبه عشان تخلصه من الماضي اللي دمر حياته اسمع منه بس يا ادهم واتجي له فرصة انت تخلص خالص حسابك معايا بعدين انا مش هزعل منك دلوقتي يا صاحب عشان متعصب بس خليك فكر لو وقت تاني كنت قدرت ارد عليك هسادها منه غلطان وبصله بعد زهار بس لفه وش تاني بعيد عنه وانت فكر يا بني ان السبب في موت ابوك صح طب ليه ما حاولتش تدور على ممطق وتسألها ايه الحقيقة ليه ما سألتش نفسك ليه اختفت كل ده ما يخصكش هدور ولا لا وايوة مش قادر اشوف غير كده انا امي قالتلي ان انت كنت بتحبها وبتحاول تقرب بالنع ولما بابا عرف جات له ازمة بسبب حبه ليك وصدمته فيك قالتلي ان انت هددتها لو ما طوعتكش في اللي انت عاوزه وادخن بابا معاك هتقتلني انا بس لعم ساعد بصدمه وما كانش قادر ينطق بوانا كلمة بس شاهد هي اللي ردت في الوقت ده انا بابا عمره ما يعمل كده ابدا سامعني اتكلمين لحضرتك بتقول ده كده وما فيش منه ولا كلمة صح ممطق عملت كده عشان عمي ما يديش لبابا حقه لان جدش يكتب الاملك باسم عمي وقالها يديه لبابا حقه لما يطلق ماما عشان ما كانش بيحبان لكن بابا ما عملش كده لان كان بيعز امي جد بصلها ادهم بقصوة رغم انه شفت وطرها وانها بطايت عشان باباها وانهبل عشان اصدق الكلام الخايب ده بقى المقدم ادهم اللي تعلم ازاي يعرف القدام والخاية عيلا زيك هتضحك عليه اخر الزمن شاهده بغضب انا مش عيلا وايوة انت المرة دي فشلت فشلت تعرف مين السادق ومين الكاذب وكملت بحزنة على حاله وكمل للأسف وانت ازاي هتعرف الصدق وممتك ملتك كده واخده وكل ده عشان ايه عشان شوية فلوس ما لهمش لازمة استفدت انت اغير حياة كلها سود في سود معياش نفسك فيها وماشي على تفكير كله غلط وكده اقرب منها ادهم بتحدي وراح ضربها بالألم لدرجة وقت على الأرض انت الظاهر كده عاوزة تتقدبي ووعدك نهيتك هتكون على ايدي بإذن الله بنت عمي انا غلطت يا ابني لما جد لك فعلا بتمد إيدك على بنتي عشان مش عارفها في قصادك واخد حقها بس ربنا المستعين انت بقيت فعلا شخص تاني ما حدش يعرف يقف قصادك وضوحة وانا جيت لك هنا عشان اقول لك الحقيقة ويشخد رب اني ما كده بتعليك بحرف كل حاجة بقولها لك كانت صدق والناس الواضحة مريحة وخففة على القلب دايما حتى ولو كان وضوحهم ده بيأزي أحيانا انا همشي وما وعدكش ان انت مش هتشوفني تاني هجي لك تاني وتالت بإذن الله لحد ما ترجع يدهم يا ابني اخويا ووقتها اخذ منك حق ايدك اللي تمدت على بنتي بس هدهم لشهد اللي كانت حطق ديه على خدها من الألم اللي خدته وبان على ماحة الصدمة وتعبيرات الحزن والخزلان خدهم احمد وخارك بس اول ما خرجه ما دايك اصطر في كل حاجة هو بعد نص ساعة انفضلك يا بابا ما تزعلش انا والله ما زعلنا منك ان انت مقدرتش تعملي حاجة اصلا ادام محدش يقدر يقف قصاته بس ما كنتش مصدق انه كده ما فيش اننا غد ندعي له ربنا يهديه ربنا يهديه بنتي يا رب هو انت فعلا هتروح له تاني يا بابا بعد اللي شفت النهاردة يا بنتي اصبعا يا بابا بس برضا مش هدخله في قلبي الا لو كان في الحالة هو بعد يا ربنا يهديه الحاجة الوحيدة اللي بتطمن الواحد ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل حاجة ويحولها في لحظة واحدة قادر ينزل لطف ويرد الظالم ويطيب خاطر المقصور قادر يحول الخوف اللي جواك الامن وطمأنينة اي قادر يغير كل شيء في سنة فالطميني اتطميني يا شفت وشوية ورجع احمد لأدهم اللي اول ما فتح له الباب اعطانه بقص وقع على الارض انا مردتش يا قائل منك قدام عمك لكن تمدي ايدك على وحدة جرجولة ونخوة انت ازاي تعمل كده من امتى وإحنا بنمدي ايدنا على بنات ويوم ما تمدي ايدك تكون على بنت عمك يا أدهم انت ما تفتحش بقك معاه خالص سامع لا هتكلم وهقول اللي عاوز اقوله تعرف انت عن الاحسان للبنات يا أخي ده كان فيه وحدة جارية معها طبق شربة مولع نار وهي ماشية اتكعبلت ودلقت طبق الشربة على سيدها وساعتها ترعبت وهو غضب جدا ورحت ايلله والقاضي من الغيز يعني اللي بيكتم غضبه قال لها قضمت غيزي خلص انا مش هغضب عليك قالت لها العافين عن الناس قال لها عفوت عنك مش هشيل هالك في قلبي ولا هلومك عن اللي عملته قالت لي والله يحب المحسنين قال لها روحي وانت حرة الاحسان يا ادهم ان انت تحسن لامك وابوك حتى لو مطلعين عينيك تحسن لزوغتك وبنتك واختك وجارك والغريب وحتى غير المسلم لان ربنا قال والله يحب المحسنين حب ربنا غالي سامعني حب ربنا غالي عشان كده خليك انساني اده انسان كان لسه يرد عليه بس احمد ما تطلوش فرصة واسابه وماشا بص في مريته وافتخر كلمة احمد ليه خليك انسان اللي بقت تتردد على زهنه بدون انقطاع نزل ادهم من خنقته من البيت وعاد يلف بعربيته بس لما رجع لا واحد واقف مستنيه افنتم انا بقى والد فرس يا ادهم به بصني بتعجب ايوة خير حضرتك مطلوب مني ايه فرس ابني بقى له فترة مش بيجي البيت وانا سمعت ان انت بتضربه هو بيحبك اوي وشايفك قدوته ايوة يعني مطلوب مني ايه اروح ادور على ابنك على اساسه انه صغير واقول له ازاي تتأخر عن البيت يا ابني انا كنت جاي ومفرقر ان انت هتساعدني ليه كنت محل الاجتماع وانا معرفش روح ادور على ابنك بيتصار محفين بعيد عني ام سيد بخضب ليه هو ابوك وامك معلومكش تساعد المحتاج ولا ما حدش قالك ان الخير الناس انفعهم للناس هو ما حدش يا ابني علمك تتكلم معك كبير باحترام ازاي واتعامله كويس ايوة ما حدش رباني عارف ليه لان ما ليش حد وياتيه مرتحت كده سابه ادهم ومشه وعم سيد ندم انه قاله كده بس طلع يجري عليه ويعتذر منه ادهم بيه استنى انا اسف ما كنتش قصد اجراحك كده والله واتاخدش على خطرك يا ابني اتفضل هاجي معاك اشوف لك ابنك فيه مش عشان سامحتك والكلام ده لا عشان ارايح دماغي منك ومن ابنك راكب عربيته وعم سيد جنبه وحاول يعمل شوية اتصالات وفعلا عارف مكانه بس عارف انه موجود في شقة كلها شباب خاف لحسن عم سيد يتصدم في ابنه لحسن يفتكر انه معه بنات عشان كده قاله خليك هنا سامع حاضر يا ابن طلع ورن الجرس بس محدش رد هو راح ضرب الباب برجله وقصره واتصدم من اللي شافه وسؤالي النهاردة بيقول أين وليد الرسول عليه الصلاة والسلام ويا ناتكن اتهت حرائتنا النهاردة يا احنا اخوات أتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك وتصالوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتصبرنا تعليق جميل ولما كنتش مشتركين تشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته